بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسمية وخمسة وخمسين ألف دينار إلى أمانة بغداد استناداً إلى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استمرار العمل بالفقرة عشر من قرار مجلس الوزراء المرقم 23486 لسنة 2023 للموسم القادم 2024-2025 خدمة للقطاع الزراعي وافق مجلس الوزراء على ما يأتي أولاً إلغاء النص الآتي من الفقرة واحد في قرار مجلس الوزراء المرقم 390 لسنة 2019 الموافقة على تخفيض الرسم القمرقي لمادة الحبيبات البلاستيكية إلى الحد الصفري لتصبح بحسب الآتي فرض رسم قمرقي على مادة الحبيبات البلاستيكية كليهما المطحونة والحبيبات بمقدار 0.5% ثانياً تعديل الفقرة ثلاثة من قرار مجلس الوزراء المرقم 23188 لسنة 2023 لتتوافق مع ما جاء في الفقرة واحدة المذكورة آنفاً فيما يخص مقدار الرسوم القمرقي المفروضة لتكون 0.5% بدلاً من عبارة تصفير وإلغاء عبارة إلى الحد الصفري المثبتة في الفقرة ثلاثة من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً وفي حقل الطاقة أقر مجلس الوزراء منح وزارة الكهرباء الصلاحيات المبينة في أدنى لغرض التعاقد مع شركة لوكستون أنيرجي لتجهيز الغاز التركمانستاني إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية بآلية التبادل السوب بحسب الآتي أولاً استثناء العقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث وتعليمات تسهيل قانون الموازنة لكونه من العقود المهمة والمستعجلة لديمومة عمل المحطات الكهربائية على اعتبار إن الجهة المجحزة للغاز هي جهة حكومية متمثلة بشركة الغاز التركمانستاني والتي سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم معها بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 23.519 لسنة 2023 ثانياً اعتماد آلية الدفع المسبق المطلوبة من شركة الغاز التركمانستاني وتقوم مزارة المالية بتأمين التخصيصات المالية اللازمة ضمن التوقيتات وتتحمل الجهة الحكومية دفع الضرائب والرسوم ثالثاً استثناء العقد من كفالة حسن الأداء أسوة بعقد الغاز الإيراني وأن يكون الدفع عن طريق الحوالات إلى شركتي الغاز التركمانستاني وشركة لوكستون وحسب الآلية التي يوصي بها المصرف العقاري للتجارة وعدم شمول العقد بقانون تحصيل الديون الحكومية رابعاً أن يكون العقد خاضعاً للقانون السويسري كما تعتمد مسودة العقد على أساس العرض الوحيد أقر مجلس الوزراء إلغاء استضافة معحد التأريخ العربي والتراث العلم التابع إلى اتحاد المؤرخين العرب في العراق وضمن النهج الحكومي في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة وافق مجلس الوزراء على ما يأتي أولاً زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع بناء مدرسة ثمنتعش صف مقابل سيطرة النعامية الفلوجة حي المنصور المدرج ضمن مكونات مشروع بناء ثلاثين مدرسة ابتدائية ثمنتعش صفاً في محافظة الأنبار القائم وحديثة والفلوجة والرمادي هيت والقرمة ثانياً زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء مجمع لدوائر شرطة النجف الأشرف الموافقة على إدراج مشروع تحت اسم الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى الحويجة سعة ميتيان سرير وتخفيض كلفة مكون بناء مستشفى عام في الحويجة سعة ميتيان سرير شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكرا